كله سياري بيشبه بعضه كرم على الله لك نوري تذكر مني شوفي الشجرة والله كبيرة بيرجد أنتونية والله شبا يا معالي يمكن قربنا منها الله لا يسامحك يا نوري على العملة لك شلون بيطعو عقلبك طفل مثل هات تتركه بالبرية لك يا ريتني مادريت بها لصة كلياتها والله إذا ما لقناه لأبضل حسرة بقلبي لبعد ما موت وصير تحت لتراب وحيد الله يا معالي وحيد الله أكيد بيكون في شي حدا ما تضيح علقه ورباه وإن شاء الله الله بيجمعنا فيه يمكن حضيته عند هاي الشجرة هنين أمي القصة دي صار لها يعني صار لها شي عشر سنين مظبوط شلون مظبوط يعني شفتوا له الولاد بينا أبوس رجلي يقدرني على مكانه والله يا أبني ما بعرف وين صارت أراضي أنا يوميتا كنت عم شتغل بهالأرض شفت جماعة بدوا معهم ولد صغير بدك تقدر عمرهم شي شهرين ثلاثة إيه هاد هو سألوني هالجماعة إذا هاد الولد إلنا أو بعرف أهليته إيه قلتلن هالولد مو إلنا ولا بنا عرف أهله طيب وبعدين قاموا سألوا هالفلاحين اللي عم يشتغلوا بهالأراضي ما أحد أتعرف على هالولاد قاموا أخدوا وراحوا طيب طيب قالوا لك من أي عشيرة هني والله ما بعرف بدك تعف عني ما سألتم بس راحوا هيك من ناح بحرة العتيبة أيوة انت عقيد مثل أبوك ديح انت بتعرف قلق أبي لكان لكان بعرفه أبوك كان من الزلم المعدودين بالشام كلها الله يرحبوا بدياك تطلع مثله بس انت وزعتني جديد بالحارة ايه آه بدك تعرف شلون نحنا زاكرين بالحارة لك هذه قصة طبيلة لك ابني فيصال أبقى حكي له نحنا شلو سكنهم بالحارة ايه يلا بسيك بسيك خذ يا بي بسيك لا أنا ما بدي ليش؟ أنا ما بأخذ من هذا مصاري ايوة ايه شو عليه ضع فيصال بسيك هلا أنا ما تطلع على الحارة نتفع نظيف يا الربح نتفع نظيف تفضل 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 يا هلم أهلا بي السلام عليكم يا نعم رحمة الله أبدا والله محاول ، ذلما س�만iges ما أقلنا ما أقلنا ما أقلنا ما أقلنا قوم لك نوري قوم تقدر غيركم يا معلم وطع انتوا فضلتوا على رأسنا وصدرتوا على عرضنا ونحن بقى ديناكم أمر الله يا نوري أمر الله والمكتوب على الجبيين إلا ما تشوفوا العين شو يعني؟ راح الولد معلمي؟ إذا كان إلا أسمي فيه من لاقيه وين بدنا نلاقيه؟ صار لنا عشرة أيام ما خلينا عرب إلا وسألناهن عنه حتى النور سألناهن عنه امشي امشي خلينا نروح نسلم على الشيخ والضاح ونرجع ع بلادنا أنا سلمت أمري لأمه يا رب ونعم بالله يا رب ونعم بالله السلام عليكم السلام عليكم الله هلا 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 هيا وهي هيا قصتنا من الأول للالآخر لا حول ولا قوة علا بالله ومن متى صار هذا الشيه؟ يعني يا ويس Ronaldo يا عمي بدك تقول من شيت من سنين ثمان سنين اي نحن وانت يا ولدي تعرف الشجرة اللي حطيت الولد تحتها والله يا عمي أبو نمر من شي عشرة أيام ما رأنا أنا والمعلم وضاح من هديك الارمي وش جرى بعدها بمكانها ولا مكتوها والله من كتر الشجر اللي هنيك ما قدرت أعرف عين خير يا ولدي عين خير الله وكيلك يا عمي أبو نمر ما خلينا عرب وما سألناهن عنه ما كنا نلاقيه بسيطة يا ولدي بسيطة يا مرجان يعونك يا عمي أظلنا ضيوفنا تعبانين وبيهم نعث خذهم خلهم يرتاحون تامر يا عمي ايه والله يا عمي لازم نرتاح والنام بس كأنك سمعان شعال عين خير يا ولدي والصباح رباح وصير خير ان شاء الله ان شاء الله خير يلا تصبحوا على خير تمام الله يلا تصبحوا على خير يا ولدي سلام عليكم مع السلام واش رايك باللي سمعته يا بمحارب تقصد فيصل يا شيخ ايه فيصل ترى والله مبعيدة يا بو نمر واش جرى اللي قلون عنها هي نفس الشجرة اللي لقيتوا فيصل تحتها انت والمرحوم مخلف والله مدري يا شيخ حنه لقينا الولد تحت شجرة بس هي نفسها واللي غيرها الله أعلم واش بنسوي الحين الشور شورك والقول قولك يا شيخ والله مدري واش تسوي يا بمحارب المرحوم خله فيصل أمانه برقبتي والأمانه ما شالتها لجبال السموحة منك يا شيخ اقول رأيي سم ما بو دليل يثبت ان الولد ولده وبحيث انه ما بو دليل كافي ما نقدر نطيهم اياه ومثل ما انت عارف يا شيخ والربع عارفين الولد حنن ربناه وصار ولدنا زين باشر نشوف ان كان عندهم دليل وصير خير ان شاء الله يا ترى شو بيقصود الشيخ والضاح كأنه بيعرف شي عن ابني لك نوري نوري ماذا مع الله هلأ انت حسيت بشي من كلام الشيخ والضاح شلمتل شو يعني مع الله هلأ انا حسيت انه هو بيعرف شي عن ابني انت حسيت بهيك شي لا بس هدول اللي بدوا هيك يعني ما بيحبوطة والأمل بيوش الواحي وهذه هي السالفة يا من امر يعون طلع فيصل طلع ولد وضاح والله صدق من قال الدم ما يصير موية مش قصدت يا هاروم قصدي فيصل ام وضاح من ساعة ما شافها قلبه تعلق بيها وهي حنت عليه مثل ما تحن الامعة وحيدها وضاح عارف ان فيصل هو ولده لله ما به دليل كافي ان الولد ولدهم والله قلبي يقول ان الولد ولد وضاح الولد امانا برقبتي يا حرمة والله ما ادري وش اسوي انت بيين لك ان الولد ولدهم تنطيهم يا وتعلمهم بس علفة وصعت اخوي المرحوم مخلف المرحوم مخلف وصاك بولد ما له اهل يا بالله والحين طلع له اهل ولو تشان المرحوم مخلف عايش تشان تسلم الولد الهلو يا ويل عقليب امه يا ويدي وانا ما هجيت ان اقدر اعيش بلايا فيصل ما يخالف الشام قريبة وكل ما نشتقله نروح نتطمن عليه وعلى خويك بوضاح وعياله انت تقدر تخبي الحقيقة على خويك بوضاح لله ما اقدر بس مثل ما علمتك ما بيدليل ان الولد ولد وضاح انت عندك شك يا ابو نمر الله حمدري وش اقول يا حرم حمدري وش اقول يا ابو نمر ها الحين تذكرت شي وش هو المرحومة ام فيصل وهي عفراش الموت وصطني بفيصل وانططني حلقة وقالت ان هذه الحلقة كانت بهدوم فيصل يوم المرحوم مخلف لقاها وين هالحلقة الحين اجيبها نوري ايه معالي هلا الشيخ وضاح ما قال لي صباح رباح وعين خير اين بلا هيك ها شفت شلو بس شو بيقصود يا ترى الله أعلم بس يمكن كان عميحك هيك مشان يكسر عليك معالي لا معناته في شي بديه يقولولنا يا الصباح هادول البدو وما بيحكوا الكلمة إلا إذا كانوا حاسبين عالتكة إن شاء الله يا رب يكون في عنده أخبار عن نمر بس يا خوفي تكون الأخبار مو منيحة لو في شي منيح كان حكالك نوري أنا شايف أنه الشيطان الله يخزيعا بوسوس لك شكال اللوان تعوز من الشيطان وتفائل بالخير مع المضاح أعوذ بالله من الشيطان رجيم قوم لك نقوم خلينا نتوضى ونصلي الصباح ونروع المضافة يالله وهذه الحلقة يا بمحارب جيد وهذا دليل كافي يا بو نمر إي بالله إن كانوا وضاحوا هلو تعرفوا على الحلقة يكون الولد ولده وإن ما يتعرفوا عليها يكون الولد ما هو بولده صحيح يا بمحارب بس لزوم ناصل للينا به ما غير وضاح ما يعرف شي عن السالفة وش تقصدي شيء أقصد لزوم وضاحوا هلو ما يعرفون شيء عن السالفة إلا عقب ما يتعرفون علي الحلقة وليه نجل ما نزرع عندهم أمل وعقب يخيب أملهم يبالله صحيح جيد خلها علي يا بو نمر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله يا حيالله صبحكم الله الله يصبحكم الخير يا عمي يا بطاني هو يا ولد وأنتم يا لشوام تعرفون الذهب من الانحاس وأبغاك يا ولدي تعرف لي الحلقة هذه ذهب والانحاس فيكن البركة يا عمي علامك يا ولدي عمي أنتو هي الحلقة مني جايب هنا وليه تسأل علامك يا ومتباح شيء الحلقة ذهب ولا انحاس هو ذهب علامك يا وضاح عسل ما شر عمي أنتو بتعرفوا شيء عن ابني ومخبهين علي حنا بالحلقة الحين وجاب سالفة ولدي عمي هي الحلقة شو جابة لعندكم يا وضاح أنت شايف على حلقة قبل الحين يا ولدي والله ما بعرف شو جديد دهك جل يا ولدي جل بدي أعرف هاي الحلقة شو جابة لعندكم بالأول وليه تسأل يا ولدي عسى ما شر والله ما بعرف إذا خير ولا شر تطمن يا ولدي خير بقون الله هاي يا ولدي علم واش الزالفة هاي الحلقة أنا مفصلها تفصيل عند الصايغ لحرمتي حتى هذا الدبوس صلحته فيها وقتاً أطعت وحتى اسمي مكتوب عليها اي بالله منك صادق عمي هاي الحلقة كانت معلقة على أنداءة ابني نمر وقت نوري حطه تحت الشجرة موجه عليكم الله ورسول الله تقولولي منين جبتوها لأنه هاي الحلقة راح توصلني لأبني أبشرك يا ولدي ابنك بخير ابني ايه ابنك ابني عند منكو كان عندك وراح لوين راح تعالي ولدي تعالي جلسا عمي يا ولدي ابنك بالشام عالشام ايه فيصل فيصل هو ولدك فيصل ايه فيصل فيصل ولد عمي مخلف بول بوضاح يوبا ايه يوبا وش هدو يا الرب فيصل لها بذمتي امي سناقع من الدونق المغاتير هذي وصات اخوي المرحوم مخلف فيصل يا امو فوت يا امو فوت ما في حدا فيصل يا امو فيصل يا امو فيصل يا امو فيصل فيصل موضاح ليه طولي نمر ولا لا يا فيصل شبتك فين اصابي فيصل 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 حمدا على النعماء حمدا على النعماه يا فيصل يا فيصل يا فوت شوي حوالي شوي حوالي شوي عمي فيصل يا باري يا رو هيدا فيصل أوين مر يا الله فيصل زالي زonia زاني لا صور له ليس صatile لا لأقشل لأقشم زcoins ث Brook انتبه انتبه